قال وما من دابث في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه وقال بجناحيه للمبالغة وهذا مشهور عند العرض تقول سمعت بأذني أكيد سمعت بأذنيك إذا سمعت بماذا لك يريد أن يؤكد أنه سمع سمعا صحيحا رأيته بأم عيني صفقت بيدي أكيد صفقت بيدي لا يصفق الله باليدي مشيت إليه برجلي صحيح طبيعي يطير بجناحي طبيعي وإنما يستخدم العرب هذا الكلام للمبالغة والله خاطبهم وخاطبنا بلسان العرب ولا طائر يطير بجناحي إلا أمم أمثالكم